السلام عليكم كيف نتوم؟ لبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كمين بخير وعلى خير إن شاء الله نصلي وإن بك في ملعدة عن نبدأ الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الاقتراح دليوم كأفكار لشهر رمضان اللهم ألحقنا شعبان ورمضان لا فاقدين ولا مفقودين سنبدأوا في تحضيرات المعسلات وأول معسلة اللي سنشارك معكم هو هاد المقرط مقرط الشهداء اللي كيجي رائع لديد معلك وصحي وسهل في التحضير دياله هاد المقرط الأصل دياله جزائري بوحل لمسة مغربية شوية فكنتمنى يا ربي إنا اللي إعجبت لكم دمما نزيتش نطول عليكم كتر ندوز نشوفو المقادير وطريقة تحضير وكيف ملعدة فرجة ممتعة بسم الله على وبركة الله سنحتاج عندي 250 جرام اللوز يعني 4 كيلو دياله اللوز اللي مسحت له القشر دياله مزيام دياله الغبرة اللي كتكون فيه عملتوا في واحد سينية وندخل الفرن فقط غير كي يسخن شوية وصافي ما كان حمروش غير كي يسخن باش كان قدروا نطحنوه انتو ما كتشاهدوا معي احتل اللون دياله ما كتبدلشي طبعا كان خليوا اللوز ديالنا حتى كي برد عاد غادي مضون نطحنوه بش ما يخصرناش الماكينة ديالنا كمضون نطحن اللوز بحيث كنخليه حرش شوية يعني ما كان نطحنوه شي ناعم كي بقى شويش خاشن بحالة الشكل هدا فبالنسبة هاد المقروض كيف ما اذكرت معاكم في اللوز الاصل دياله جزائري الاخوات الجزائريين كي حضروه فقط غير باللوز انا غضي نضيف لواح المكوّل لي كي خلي هاد الحشوة تجي معلكا وكي تكون صحية اكتر صافي هنا غضي نكمل الكمية ديال اللوز ديالي عندي كاملة دي كميتين وخمسين جرام اختراح كميتا اضيفتها بالنسبة المكوّل لي غضي نضيف هو هاد ميتين جرام ديال الطامر اللي خصلته طبعا حييت له العظم دياله ديك النواد دياله غضي انطحنو هاده هاده ما غضي نبخر نعرفه في الحلوة المعمول اي الحلوة البطمر حتى نبخره او كنبخروا شويش هذا الطمر بشي عاونه انه يتطحن بسرعة هذا لا هذا غير خطره ديك التمر يكون رطي طب ما يكون شي قاسح اتطحنوه مباشرة اضيفه ثلاث ملاعق من ماء الظهر والطحنوه اضيفه اللوز لا يحتاجه السكر و لا يحتاجه السوائل كيف تشاهده معي اضيفه البيض ديال البيضة السفر ديال هاد البيضة اخليته من بعد غدي نحتاجه في العجينة وكذلك واحد رأس ملعقة صغيرة فقط ديال القرفة اللي تقدروا تضيفها كيفما تقدروا تستغنوا عليها انا كتعجبني انك هذه القرفة قبصة ديال الملح لتعديل الضوء ثلاث ملاعق كبار من ماء الظهر وغدي نجمع الحشوة ديالي فهي بسرعة كتجمع لانه تم عارف ان التمر يجمع عليك ضغيان غدي جمعنا ديك الحشوة صافينا بعد ما دخلت المكونات مزيان مع بعض تيتم غدي ناخد واحد بلاستيك غدائي اللي يفرشت في واحد السينية باش غدي نعمل هاد الحربول بحال هاد الشكل هذا غير هاد الحربول اخوتي يكون غلط شوية باش المقروض ديالك كتجي الحشوة فيه بينه وكي يجي الشكل دياله مزيون ميك يكون غلط كي يجي الشكل دياله مزيون انا بالنسبة الحشوة اللي شاركت معاكم فحصلت على جوج ديال جوج الحرابل بحال هاد الشكل هذا سوف ندوز باش نحضر العجينة اللي غدي نحتاج فيها بعد جبت هاد المصفات باش غدي نخل اي غدي نغرب للنواشف ديالي ميتين جرام من الدقيق الابيض ما يعادل جوج ديال كيسا من كز ديال العنباء ديال الطحين زائد نصف كاس من دقيق النشاء نشط دوره ما يعادل خمسين جرام كيف ما كتشاهدوا معايا سوف نضيف قبصة ديال الملح الدقيق ديالي وكذلك عندي ثلاث ملاعق كبار من الزبدة الملعقة كتكون عمرا مزيان ما يعادل تسعين جرام يعني كل ملعقة كتكون ثلاثين جرام ستعمل ثلاث ملاعق من الزبدة اللي دوبتها سوف نحصل على الطعام وهناي اللي م heights الشاحة ال Combine exciting الغبدة فما out الكمية ان اضيف التنمس 80 مل تشعور العجين الكمية الكمية سوف ندخل المكونات هذا هو القوام العجينة لا تلتسقط انا اخذت معي 80 مل من ماء الزهر 1.5 كأس الماء الزهر سيجمع العجينة وضروري نغطيها بالبلاستيك غدائي ونتركها 11 دقائق أو 15 دقيقة ضروري يختم هذه الخطوة لكي العجينة ترتاح ونسترحها من بعد بعد 10 دقائق سوف نحيط العجينة من البلاستيك غدائي فعنتم ترى العجينة كيف ترجع يعني يرتطبها وكتسهل علينا نسترحها بسهولة سوف ندخل السطح العمل بكمية بسيطة ديال الدقيق مع ان العجينة لم تلتسقط ومع ذلك سوف ندخل حرشة خفيفة وصافي ونسترحها بهذا المطلق أو بهذا المدلك سوف نحاول نعطيها شكل مستطيل لكي يأتيون في هذه الحربول الحشوة التي كنت شكلت من قبل سوف ندخل السمك العجينة فلا تكون رقيقة بسهولة وفي نفس الوقت لا تغلط هذا الشكل لا تصبح رقيقة بسهولة وأنتم تصبح الحرشوة التي حدرت معكم من قبل وسوف نعطيها في العجينة سوف نتسقط نقطع الزوائد العجينة نقطع الزوائد العجينة نحتاجه في الحرب الآخر بالنسبة للعجينة يمكن عيش هذه الحشوة نقري التقليق تقليق حشوة غير رقيق حسب العجينة سوف نقلق الحشوة غليطة هذا السطر ثم نقوق حشوة غير رقيقة تقليق الحشوة غير رقيقة إنهم تزيدوا من كمية العجينة تقليق 300 غ زائد كأس مملوء من دقيق النشا ما يعادل 100 جرام و تزيد الكمية المظهر حتى تجمع العجينة كمية كثيرة للعجينة بعد غطي الحشوة بالعجينة نعوط الحربول نزيد نرققه لكي تلصق عليه العجينة نضغط عليه من الفوق لكي يأتيون المعينات و كهي يحطي الاختيار الخشم أخرى هي المقروض يجب الاختيار صغرين أو كبارين ها هو الأحيان المقروض قطعت نقص معين ميزاني كذلك نفقت عيني تجد كبير سأل gedاء دائما كي ننقش نغطيه في البلاستيك غدائي حتى نكمل هذه في تزيين ونخرج واحدة عملت هذه في واحد طبيصل وعندي هذا اللقات هذا كي ننقش هذا معروف هذا اللقات هذا بالنسبة لأخوات الجزائرين فعنده ملقات خاص بهذا المقروض دير الشهدة تقريبا في حال هذا غير رأس ديالورقيق وهو نيشن فطبعا غدي نشريوه جديد غيكون خاص بالطبخ هذا غدي تشريوه وغدي تعقموه وخات شريوه جديد كتعمله في واحد الإيناء تعمله فيه الماء وتعمله فوق النار حتى يغلي مزيان وتستعمله خطيت الحبة ديالي مثل هاد القريصات في حالي شاهدته معايا وفي الصف الثاني كنعمل الخطوط اللي هي معاكسة كنجي فوق هاد المربع وكنناخده العجينة وكنقرصه عليها اللقات كندخله فسط المربع وكنقرصه أنا غدي نشرح لكم كيفاش كندخله فسط المربع وكنقرص العجينة ماشي كنخلي مسافة بين مربع ومربع لا كنحشي فسط المربع وكنقرص سوف نقرص الصفوف وناخده المربع ونشرح لكم هايدا كندخل هاد اللقات كندخله فسط المربع وكنقرص هايدا فالصورة كندخل واضحة مع أنني اضطررت نشرح لكم صورة حبة مع حبة أخرى لأنني كنت كننقش وكنغطيه بالكاميرو وما كندخلتش البال سوف نصمر بنفس الطريقة اللي يوريسكم غير هو اللقات كندخله فسط المربع وكنجبده والخط اللولاني الخط الثاني كيكون معاكس مع ديك الصف اللولاني يعني المربع ديك الخط هادا كيكون فوق المربع باش تقريبا كدجين الشكل دي الشهده وصافي وانا هنا يتعمت أن اللقات ديالي كندغط عليه كيوصل من الحشوة باش كيبقوا لي ديك المربعات كتبن منهم الحشوة باش من بعد من اللي نعمل الحبة ديالي في العسل ديك العسل كتدخل فسط توقوب وكتعمر بالعسل والعسل كتدخلنا فسط الحشوة فانا هنا اضطريت أنني ديك المربعات هانتو ما كنتشاهدوا معاكس نضغط على اللقات باش كيف حالي كان بيين ديك الحشوة من ديك المربعات كنضغط عليه حتان زاحت يعني حتان ديك تكي وصلين الحشوة فغير سمحوا لي كان هدار بززف ولكن كانت منه كانت منه يعني نكون كان شرح مزيان وصافي بسبب الأخوات اللي كان جيون كان هدار بززف فاستروا على الفيديو وشوفوا غال المقطع اللي بغيتو غادي نستمر بنفس الطريقة اللي وريتكم في اللول لأنه في اللول كانت صورة واضحة هنا يفحل اللي كانغطي عو بيدي كنمشي هاي دايدا من بعد كنشترك ديك الخطوط فانتو ما عودوا هاد المقطع اذا ما فهمتو شي عودوا هاد المقطع بززف وهدي تفهموا الطريقة اللي هي سهلة سهلة بززف وهد اللقط صراحة بزي و النقش دياله نقدروا نستعملوا واحدة فا يعني انا كان هدار على الاخوات اللي هنا يعني في الغربة يعني ما كان جبروش اللقط اللي كان نقشو به هديك اللقط بالنقش فتقدروا تعتمدوا هادا تشريوه جديد وتخلي وهد النقش تنقشو به تلحل ود التمار اي المعمول يجي مزاون هيدا يمشيوا غير الخطوط هيدا واحدة جهة ميلة واحدة جهة اخرى هيدا وصافي صافي هدي الحبة دياله يجي تقريبا شكل دياله حال الشهده انتو ما مهم انا اعملت الجهد ديالي نقشتها يعني كيف ما جات مهم جات مزيونة ما جاتش بحال الاصل دياله كيف اشكت جيوه لكن مهم ما بيهاش هذا هو شكل دياله فهدل اثناء اخوتي كان عندي الفرن ديالي كيس خون على درجة حرارة 180 دراجة غد ندخل الصفيحة ديالي في الوسط ديال الفرن النار من الاعلى ومن الاسفل درجة الحرارة 180 دراجة نخلي الحلوة ديالي حتى تتحمر فهدل اثناء هي غد نخليها الطيب غد نحضر العسل باشغن خرجها ساخنة من الفرن نعملها في العسل ضروري تخرج ساخنة من الفرن نعملها في العسل باش كتشربنا العسل العسل ما كان ساخنوه مواله في اي نوع ديال المعسلات العسل ديال نخصه يكون تقيل باش كيشبرنا في اي نوع ديال المعسلات ما كان ساخنوهاش هانتو ما كتشاهدوا معي المقروض ديالين بعد ما تحمروا خرجتوه من الفرن فهنا غين اضاء موكي يجي محامر على هيدا غيد ضوء ما بينوش ديالك تحميره ليش هاتفه كان عملو في العسل وكمدان قلبو يستحسن اخواتم اللي تعملوا في العسل تخليواه على الاقل على الاقل واحد نصف ساعة هو في العسل باش كيتشرب دي العسل على خطره حتى كيف حل كيبرد في ديال العسل وكيجي معلك من داخل كيجي معلك بالعسل وكيف ما شاهدتم معي الطريقة دياله كيبت تعتبر صحية ما فيه تشي حاجه غير صحية حتى النوعية ديال العسل اذا بغيتوا تستعملوا نوعية اللي هي جيدة يعني عسل حرة فكيبقى ديالك ساعة مقروض لهو صحي مية في المية مقليناه ما استعملنا فيه زيت ما تشي حاجه هنان بعد ما خليته مزيان تشرب ديالك العسل عم تسوفو حلم يصفص باش كيهوت ديالك العسل ال� زائد اللي كيكون فيه وغادي ناخد هاد الكووس الورقية وغادي نعمل كل حبة فوح الورقة فهدي فقط للتزيين اصافي وبالنسبة واشي يمكننا نحتفظو به فطبعا نقدر نحتفظو به في المجمد كيقدر يبقى حتى الشهر يعني ما كيوقع لوجه شي حاجه كناخدو تعملوا الكيمياء اللي بغيتوا تبغيتوا تضعفو الكيمياء الضعفوها كتاخدو شي علبة كتعملوا واحد طبقة ديال هاد المقروض وتغطيوا بالبلاستيك غدائي وتعملوا الطبقة الثانية وتعودوا تغطيه م ودخلوا العلبة للمجمد كما اذكرت معكم كيبقى حتى الشهر ما كيوقع لحتى حاجه نهار ديك تبغيوها كتخرجوا الكمياء اللي بغيتوا كتخليوها تطلق راسة يعني كتدسكونجيلة وكتستعملوها كيبقى في حل اللي عملته اول مرة حتى العسل كيبقى فيه شابر هذه الحبات ديالي انتو ما شاهدتم معي تقيبة كيفاش عمرين بالعسل كيجي المنظر دياله مرائع جدا هذي نقسم معاكم طبعا واحدة كتشي كدو في الفم مع الكفد التمار فكنتمنى يا ربي الوصفة اليوم تقول لنا لتلاعجب ديالكم والاستحسان ديالكم اذا عجبتكم بتنسوني شي كيفما العذاب اللي لايكات ديالكم والتعليق الجميلة اللي كتتركوا لي ندربكم موعد حتى الفيديو اللي مجي ان شاء الله تهلا وليفرسكم وبسلامه